بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وهلقالي وصح به وسلام بداية كده عندي ربا كوب من الزيت نزلت عليه بمسالتين كوبار مفرومين وابتديت اشوح فيهم لحد ما اخدوا اللون الذهبي نزلت كده بالطماطم بتاعي عندي كيس طماطم معصورة جازة وهسبها تتسبك على ما الطماطم اتسبكت زي ما احنا شايفين بالشكل ده ابتديت بقى اخسل الرز بتاعي زي ما احنا شايفين ونزلت عادي كمان ما تقدمه تقدري بتخلي ريحة المحشي خطير ويه كمان هننزل بالتوابل بتاعتنا معلقة كبيرة من الملح وعلي ربع معلقة من الفلفل والكمون والكزبر وبتديت بقى اقلب في المحشي بتاعي كده في الخلطة علشان كل المكونات تتجانس مع بعضها وكده حضرنا الخلطة المحشي وهنبتدي بقى نعمل تركة كده علشان النهاردة هعمل طج ورقة عنب وعايز اعمله بشكل مختلف جبت بقى معلقتين من الزيت في طوصة وعليهم مكعبين صغيرين كده من الزبدة ونزلت عليهم بشرايح من البني وابتديت بقى احمرهم كده قدلهم تشويحة حلوة في الزبدة ياخدوا لون حلو وريحة خطيرة نعارفين الزبدة بتدي بتنكه الاكل بطريقة خطيرة وبتخلي طعمه مميز جدا هنبتدي بقى نلونه كده من كل ناحية نديله صدمة وفي نفس الوقت ياخد لون حلو قبل ما نحطه في قاعد طاجن بتاع ورق العناب بتاعنا فرشت الطاجن كده باي اخضار عندي انا حطيت رنشات جزر وحشتي المحشي وعلقت كده طلع معايا اللهم مبارك احلى طاجن ورق عناب زي ما احنا شايفين وهنقلب بسم الله زي ما احنا شايفين كده اللهم مبارك انا فرشة ورقتين في الارض كده شلتهم وابتديت بقى نشوف الحلويات اللي جوا اللهم مبارك الجزر اللي انا فرشة وكمان البني مستوي بطريقة ما تتخيلوهاش بيدوب دوابين كده مش متحمل الشوكة وكمان طعم التدبيلة فيه خطيرة انا حطهم التدبيل طبعا وكمان ورق العنب دا بزبدة زي ما احنا شايفين اللهم مبارك احلى طاجن ورق العنب دا ولا ايه شايفين بيدوب ازاي طعمه خطير وريحته في منتهى اللزازة جربوا ورق العنب بالبنيه او بالستيك الفراخ خطير جربوه وما تنسوش اللايك والشير